في فقرتنا الأسبوعية عن المعادن والعملات تحدث رئيس نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات وساما مسيح عن دور الانتخابات الأمريكية في تحديد اتجاهات أسعار الذهب بالفترة المقبلة بعد أن تراوحت بين 1305 دولارات إلى 1375 دولارا للأنصة متأثرة بتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انخفضت أسعار الذهب في تداولات هذا الأسبوع بواقع 60 دولارا للأنصة والأسباب تحدث بها نقيب تجار الحلي والمجوهرات أساما مسيح الذهب كان قلشي 1314 قبل أسبوع دولار للأنصة نزل للـ 1242 دولار للأنصة كثير كان في أسباب قدت لنزوله الطلب العالمي ما زاد في ذكال عشان يغطي البيع اللي باع هو صناديق وصناديق التداول بالذهب صناديق الاستثمار وصناديق التداول بالذهب هذا اللي نزل للذهب إذا بدنا نحكي الـ stops والطلبات البيع اللي كانت تحت الـ 1300 هي كانت له دور كبير وتحت الـ 1272 كانت له دور كثير أنه الضاعف سرعة نزول الذهب وعلى الرغم من تأثير أسعار الذهب بنتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب تحوط الاقتصاد العالمي من أي أزمات محتملة إلا أن المضاربين وصناديق الاستثمار كان لهم الدور الأبرز بتراجع الأسعار قبل الأسبوعين لما كمان أو أسبوع لما تأثر الباونج السلين ننزل فجأة طبعا بقول لك ممكن تداول ألكتروني خاطئ كبس غلط الصناديق باعت تخوف تحوط كان طبعا قرار أو كان فيه خطاب لرئيسة الوزراء البريطانية أنه بشهر ثلاثة رح يبدأ الخروج الفعلي نزل فجأة الباونج ونزل فجأة الذهب والفضة والبلاتين والبالاديو من كل المعادن والأوردرات اللي كانت موجودة لم تكن تكافية لتحمل الذهب الصين كانت في أسبوع هوليدي واستغلوا عدم وجود الصين باعوا الذهب صار فيه شيء اسمه هاي فريكونسي تريدينج اللي هو البيعة التردد الكبير الأجهزة الكمبيوتر بتحوط أوردراته بتبيعها الانتخابات الأمريكية من وجهة نظر نقيب تجار الحلي ستكون العامل الأبرز في تحديد اتجاهات أسعار الذهب عالمياً بالفترة المقبلة تصريحات دونالد ترامب وهيلاري كلينتن إذا نجحت هيلاري كلينتن راح الدهب زي يضل زي ما هو إذا نزح ترامب راح يطلع الدهب بشكل كبير أو هيك توقعات المضربين من أجل تصليحات ترامب والأنصر تنتي العدم الرؤية الواضحة لا إيش ممكن هو يأثر عالمياً حتى عالدهب لأن تفكيره يختلف يعني كان عوات بيحكي بدو يرجع لقاعدة ده كان بيحكي تصريحات نارية بتتعلق بكتير أمور بأن لما يكون في أنصر تنتي ما في وضوح بالاقتصاد شو بيسير مستمين بيجأوا للدهب الأسعار التي تصل إلى المستهلك في السوق المحلية الجزء الأكبر منها إنعكاس للأسعار العالمية فسعر الإغرامي من عياري 21 وهو الأكثر طلباً يبلغ 25 ديناراً ونصف الدينار دهب العالمياً بتجيبه دهب خامسة بائك يستورد من الأردن لا يوجد جمرك عليه يوجد رسوم واحد بالمية ويوجد رسوم مساعي وخدمات وشحن وتأمين عبد الميجي بعدين عندك أجور الصياغة الصهر والصياغة والتصنيع وعندك أديش رسوم وصفاته مخيص للدمغة وعندك ربح التاجة كان هذا لقاءاً مع نقيب تجار الحلي والمجوهرات وسمى مسيحة عن أسعار الذهب عالمياً وأبرز المتغيرات التي أثرت عليها ترجمة نانسي قنقر